أزحت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير الستارة عن لوحة شكرا بحرين العطاء وهي الأولى من نوعها في اليمن بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى السادس عشر لتولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة مقاليد الحكومة وقد رفعت اللوحة في شرع المنصور العام في مدينة عدن وهي بمثابة هدية لقيادة وشعب مملكة البحرين التفاصيل مع مراسلنا من عدن منصور صالح احتفاء بالعيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى السادس عشر للتولي عاهل البحرين مقاليد الحكم في السادس عشر من ديسمبر أزيح بعدن الستار على لوحة ضخمة لعاهل مملكة البحرين حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وتعلو اللوحة التي أقامتها حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير وحملت اسم شكرا بحرين العطاء عمودا مرتفعا في وسط شارع كبير يقع في قلب مدينة عدن تم رفع الستار عن هذه اللوحة العظيمة وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة بإضافة لذلك أنه يعني الدكراء الساجسة عشر لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم تمت الهدية لشعب البحرين على ما قدموه أو شقديرا وعرفنا على ما قدموه من قهود إنقاذ بلادنا القائمون على حملتين شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير قالوا إن رفع صور العاهل البحريني تأتي عرفانا بقهود ودور مملكة البحرين مع باقي دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنقاذ اليمن من غزو ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نهنأ مملكة البحرين بعيدها الوطني قيادة وشعب ونشكرهم على كافة القهود المبدولة في مساعدة الشعب اليمني في الحرب والسلام ونتمنى لهم الاستقرار الدائم والسلام ونسأل الله أن يكونوا كما عهدناهم عونا لنا ونحن أيضا عونا لهم وتحياتي لكافة الشعب البحريني ومحبتنا لهم من القلب اليوم هنا نهنأ مملكة البحرين بالعيد الوطني أسأل الله السلام لهم دائما واعتبر ناشطون مدنيون وإعلاميون بعدا احتفاء مملكة البحرين بعيدها الوطني وذكرى تسلم حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدل الحكم فيها بأنه احتفال بالمكاسب الكبيرة والنهضة العملاقة لهذا البلد والتي تشكل مصدر فخر لكل عربي من المحيط إلى الخليج نهنيهم بهذه المناسبة للشعب وحكومة البحرين ونشكرهم على موقفهم في محنة اليمن وعادة الأمل لليمن ونشكر قادة البحرين على ما قدموا مسالة حب ووفاء وعرفان يرسلوها الناس هنا في عدن للأشقاء في البحرين ملكا وحكومة وشعبا آملين لهم استمرار الرقائي والتطور والازدهار منصور صالح بتلفزيون البحرين عدن